بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في هذه السلسلة بالتعريف بعلم جليل ألا وهو علم توجيه القراءات القرآنية علم توجيه القراءات القرآنية في اللغة فهو يحمل معنى التنقيب والتقليب وجه الشيء معنى قلبه وبينه أو وضحه وكأن الموجه لهذه القراءة القرآنية فهو يقلب القراءة القرآنية ويبحث لها عن وجوه هذا عن المعنى اللغوي عن معنى المعنى الإصطلاحي فإن المتقدمين لم يعرفوا لنا هذا العلم رغم أنه علم جليل كما قال الإمام الزركشي في برهانه ولعلهم استغنوا بعناوين كتبهم واكتفوا بها للتبيين وللتعريف بهذا العلم فمثل النشيط مك بن أبي طالب القيسي يعنوين كتابه بعنوان الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ابن جني عنوان كتابه المحتسب في تبيين وجوه القراءات في المحتسب في تبيين وجوه شوادي القراءات والإضاحي عنها الإمام الأسهري قال في عنوان لكتاب له في توجيه القراءات القراءات وعلل النحويين فيها فهم لم يعرفوا لنا هذا العلم لكن المتأخرين عرفوا هذا العلم فقالوا العلم توجيه القراءات القرآنية هو بيان صحة القراءة من جانب اللغة لا من جانب الرواية والدراية ولماذا قالوا لا من جانب الرواية والدراية لأن القراءة القرآنية المتواترة فهي سنة متبعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون توجيه القراءة القرآنية علم توجيه القراءة القرآنية يقوم على بيان صحة القراءة القرآنية بالاعتماد على مصادر اللغة العربية الإجمالية من قياس ومن سماع أولا وقياس وإجماع واستصحاب وتوجيه القراءة القرآنية بالاعتماد عن اللغة أو ببيان صحتها ليس كما فهمه الدكتور سعيد الأفغاني عندما قدم لكتاب حجة القراءات القرآنية لابن زنجلة من أننا نحكم القواعد والأقيسة النحوية على القراءات القرآنية بل على العكس فإن علم توجيه القراءة القرآنية أننا نبحث عن أصل هذه القراءة عن قوة هذه القراءة عن ضعف هذه القراءة في لغة العرب فهو من باب مخاطبة الخصم بمنطقه فهو معتد بهذه الأقيسة النحوية بقواعد النحو فالموجه يعتمد على قواعد اللغة العربية لبيان قوة هذه القراءة وللانتصار لها هذا العلم علم توجيه القراءة القرآنية نجده في مؤلفات كثيرة ألفها أصحابها لكنهم لم يعتمدوا هذا العنوان توجيه القراءات فنجده من المرادفات التي اعتمدها علماؤنا في كتبهم لفظ الاحتجاج لفظ الاحتجاج لفظ الانتصار لفظ الحجة لفظ التخريج وهو الذي درج عليه الصيوطي ودرج عليه ابن هشام لفظ الإضاح مثلاً كالإضاح لابن أبي مريم ثم لفظ التأويل علم توجيه القراءات القرآنية فهو علم جليل لماذا؟ لارتباطه المباشر بالقراءات القرآنية لارتباطه بكلام الله سبحانه وتعالى ولكي يستطيع الموجه أن يوجه القراءات القرآنية توجيها سليماً توجيها قوياً لا بد أن يكون ذاباع ذا طول في علمي النحوي وعلمي الصرف حتى يستطيع النجاح في هاته المهمة ولله ظر أبي الحسن الحصري في قصيدته التي قال لقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في النحوي أقصر من شبري فإن قيل ما إعراب هذا ووزنه رأيت طويل الباع يقصر عن فتري والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر